بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله أوقاتكم معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة أهلا وسهلا بكم طلاب والطالبات الصف الخامس حصة اليوم في مادة اللغة العربية هي محفوظات اللغة العربية أهدافنا بإذن الله قراءة الأبيات قراءة صحيحة التعريف بالشاعر استخراج الفكرة الرئيسة واستخراج معاني المفردات الجديدة سأبدأ إذن بقراءة الأبيات استمع جيدا وردد معي اللغة العربية لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها نزلت في كل نفس وتمشت في دماها وبها العز تجلى وبها العلم تباها كل ما مر زمان زادها مجدا وجاها لغة الأجداد هذه رفع الله لواها فأعيدوا يا بنيها نحضة تحيي رجاها لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها قائل هذه الأبيات خامس هو الشاعر حليم دموس الشاعر حليم دموس هو شاعر لبناني ولد وتوفي في لبنان وكان كاتبا وشاعرا الفكرة العامة التي تحدثت عنها الأبيات هي الاعتزاز والافتخار باللغة العربية وضرورة التمسك بها إذن الاعتزاز والافتخار باللغة العربية وضرورة التمسك بها معاني المفردات الجديدة لا تلمني لا تعاتبني هواها حبها وعشقها تجلى ظهر الجاه المنزل والقدر لواها رايتها تفانى بذل جهده واصطفاها بمعنى اختارها ننتقل الآن إلى شرح الأبيات البيت الأول لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها يعتز الشاعر بحبه للغة العربية إذن هواها الضمير المتصل الهاء هنا خامس عائد على اللغة العربية أنا لا أهوى سواها لا يحب ولا يعشق الشاعر سوا اللغة العربية أيضا الضمير المتصل الهاء عائد على اللغة العربية إذن يقول الشاعر بأن لا وجود لحب في حياته سوا حب وعشق اللغة العربية لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها إذن لست الوحيد الذي يفتدي بنفسه اللغة العربية أفتديها أيضا الضميرها عائد على اللغة العربية دون على كتابك خامس لو سمحت وكلنا اليوم فداها أيضا فداها الهاء عائد أيضا على اللغة العربية إذن كل أبناء العرب يفتدون اللغة العربية بأنفسهم ويدافعون عن اللغة العربية بأنفسهم لست أنا لست أنا كما أنه كما أنه يمشي في عروقهم كما يمشي الدم تماما بها العز تجلى وبها العلم تباها اللغة العربية رمز للعز والفخر هي سبب العز والفخر الذي يشعر به أبناء اللغة العربية الذين يتحدثون بها أيضا العلم تباها بها العلم تباها العلم يزداد قيمة وعز عندما يكون باللغة العربية كلما مر زمان زادها مجدا وجاها مرور الأيام والسنين خامس على اللغة العربية يزيدها عز وقيمة بعكس اللغات القديمة اندثرت وانمسحت وانتهت مع مرور الأيام لغة الأجداد هذه اللغة العربية هي لغة الأجداد كلمة هذه خامس هي اسم الإشارة هذه وكتبت هذه للضرورة الشعرية فقط رفع الله لواها بمعنى ان الله اعزها وكرمها عن باقي اللغات لماذا لانها لغة القرآن الكريم اعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها يطلب الشاعر بنيها أبنائها يطلب الشاعر من أبناء اللغة العربية الذين يتحدثون باللغة العربية ان يعيدوا ويرجعوا للغة العربية نهضتها وقوتها وعزها كيف نعيد خامس للغة العربية قوتها وعزتها ونهضتها احسنتم عندما نتمسك بها عندما نتحدث بها وندافع عنها نحن نعيد للغة العربية عزها وقوتها ونهضتها لم يمت شعب تفان في هواها واصطفاها لم تمت سيرة أي عربي بذل جهده ونفسه في الدفاع عن حبه للغة العربية حتى لو هو مات سيرته تبقى حية نذكرها بكل الأوقات إذن لم يمت شعب تفان بذل جهده في الدفاع عن حبه للغة العربية لن يموت بل ستبقى سيرته حية في كل الأوقات في النهاية خامس يرجى منك أن تحفظ ثلاثة أبيات من القصيدة بالإضافة إلى اسم الشاعر والفكرة العامة التي تحدثت عنها الأبيات أيضاً صفحة 27 هناك أسئلة تابعة لهذه المحفوظات يرجى حلها على الكتاب وسأزودكم بإذن الله بالإجابة